ازاي كمنات عاملين ايه النهاردة بقى ان شاء الله هنبدأ مع بعض ايه وصفة من وصفاتنا ايه النهاردة هنبدأ بتخزين الطماطم باذن الله مع بعض ايه انا جبت ايه قفز طماطم ايه هبدأ بقى اللي انا اخزينه عشان خطر رمضان بيبقى الوقت تايق جدا فكل سنة انتوا طايبين انا بحب بحط حكتي كلها جنبي عشان ابقى محضرة حكتي كلها ايه هنقي اول حاجة الطماطم ايه انا طبعا طلعت منها اللي انا محتاجة واللي انا مش محتاجة ايه اللي انا يعني ينفع يتفرز اول حاجة انا عملها هشيل اللي هي الحتة الخضرة اللي بتبقى فوق دي عشان نبدأ اول حاجة بالغسيل ايه كل سنة انتوا طايبين يا بنات وكل عام وانتوا بقى الفخير وان شاء الله يا رب تبقى ايام حلوة علينا يا رب وان شاء الله يفتحها علينا كلنا ويكرمنا كلنا باذن الله يا رب اه هي ايام صعبة احنا بنمر بيها ان شاء الله وقته ويعدي وان شاء الله يا رب يعني يفرجها علي الجميع ويكرم الكل ان شاء الله يا رب اه النهاردة بقى حابي تتكلم معيكو شوية كده وانا بعمل لكم الوصفة دي اه هنا انا بقى بنقيل اه زي ما بقى لكم الطماطم كده اه طبعا مش هوريها لكم كلها انا مش هقدر اعملها كلها مرة واحدة انا وريكم الاختصار بتاعها انا هبدأ اه بغسيل الطماطم اه لازم نخسله كويس جدا لان احنا عارفين ان اه طبعا الحاجة دي بتبقى محتوطة في زي لوكالة او بتتمسك من ايه لأيه وطبعا احنا عارفين المايكروبيات اللي موجودة بقى في الجو والحاجات دي فلازم الحاجة دي بتتغسل وتتعقم كويس جدا اه لان طبعا احنا اللي هنكلوها واولادنا هنكلوها فلازم الحاجة دي تبقى متأكدين ان هي نضيفة مية في المية مفيهاش اي اه مايكروبيات او اي حاجة اه انا بخسيلها كده طبعا انا بس عشان بصور فأنا بس بوريكم كده ان انا مثلا امسكها واحدة واحدة كده واخسيلها اه بس بنات طبعا نلاقي في التماطم كده حاجات ايه يعني فيها وبايز كده الحاجات دي طبعا هنشيلها بالسكينة وننظف برضو كويس جدا علشان خاطر تبقى كلها نضيفة مش عايزين فيها اي حاجة هنا هو بدأت طلع التماطم كده اصافية علشان خاطر هخسلها غسلة كمان وهقول لكم عقاموها كويس ازاي اه هنا بدأت هو بص خلاص انا طلعتها كده من المية يعني كده سبتم اتصافه وطلعت البيئي عشان مكان ما كفاش فبدأت احطه هنا اه انا شفت طبعا طرق كتير ان فيه ناس بيسلقوا التماطم والحاجات دي اه كل واحد طبعا وطريقته وكل واحد والطريقة اللي هم تعود عليها انا بالنسبالي دي يعني طريقة سهلة شوية اه هنا باب نيتها ها بابدأ احطها داني في القروانة عشان اخسلها غسلة تانية عشان اتأكد ان هي بقى مفهاش اي ميكروبات وبعد كده هحط لها خل هوريجو طبعا دلوقتي هحط لها تقريبا اه في المية معلقة خل علشان اتأكد ان هي مفهاش اي حاجة خالص فين طبعا ان الخل بيقتل اي حاجة بتبقى موجودة سواء في الفكهة سواء في الخضار فبحط تقريبا كده معلقة وهنقعها بقى شوية واسبها شوية بقيمة مثلا ربع ساعة كده علشان خاطر اتأكد ان هي مفهاش اي حاجة خالص اه برضو هولا عليها المية اللي فاتت دي كانت ايدي ابني كان عايز ياخد طماطم آآ وبصوا بيانيت هو الحتة اللي بتبقى فيها بايز دي آآ هشيلها طبعا بالسكينة بقى عشان انضفها كويس جدا عشان لميجي طلح هنا هو بابدأ اشيلها كده بالسكينة اي حاجة فيها بايزة هبدأ اشيلها بالسكينة علشان خاطر انضفها مش عايزة فيها اي حاجة تبقى فيها مثلا لازم كلها تبقى متنظفة فانا كده اهو واخصلها تاني وبعد بقى بنيت ما هخلص الخطوة دي هطلحها علشان خاطر اصافيها تاني آآ وهكرر نفس العملية دي في كل اه هنا بقى هبدأ اهو كده هقطحها آآ يعني حتة كده علشان خاطر آآ خلاص بقى هنبدأ اللي احنا نضربها وعشان اولى عليها النار آآ هقطحها كلها بنفس الطريقة هشيل حتة اللي فوق دي ولو طبعا فيه اي حاجة بقى زي مقلتلكم فيها اي حتة بايزة اي حاجة هنبدأ نشيلها كلها علشان احنا عايزينها نضيفها خالص انا بوريه كده اهو هقطحها انا بس مش مالكة يا بنات عشان خاطر انا اللي بصور فبقى مش مالكة الحاجة قوي يعزروني يعني في النقطة دي آآ هنا برضه هشيل الحتة دي شايفين وهنا فوق هشيلها كلها وهعمل لكم مية كلها وارجعلكم اهو هنا بقى آآ هنا بقى عشان اضربها في الخلاط بحط حبة مية بس يعني اول مرة وبعد كده ما بحطش مية تانية بسيب آآ في العصير الطماطم بسيب حبة بكمل عليهم كل مرة طماطم وبدرب عشان خاطر ما يبقاش فيها مية انا مش عايزة مية انا عايزاها تبقى كلها متسبكة من غير مية هوريكو الخاطوة بصو اهو بسيب حب الطماطم وطبعا دي بقى معي في كل مرة هعمل نفس الخاطوة اهو زي ما بوريكو هيخد طماطم وهضرب وحطوا نفس العملية كل مرة مفيش مية خالص وهنا بقى بنيت بعد ما بدأت احط العصير طبعا عشان عملت بقى كمية كلها خلاص وخلصتها فحطيت معي اخدت معي حلتين مش حلة واحدة انا ولعت عليها النار طبعا اهي بدأت تغلي هبدأ بقى اقلب فيها كده علشان خاطر ايه ما تفرش مني عن نار عشان تحيير تنزل اللي تحت وهسايفها بقى بنات على مهلها خالص طبعا هي اتخد وقت منكو شوية لو بتعملوا حاجة طبعا ترجعوا وكمان شوية تفضلوا تقلبوا فيها كده وطبعا شايفين الكمية كبيرة دلوقتي بعد كده بتقل خالص ما بتبقاش بالمنظر اللي انتو شايفينه ده بالعكس بتقل خالص اللي احنا عارفين لما الطماطم بتتساهم اه هقول لكم بقى المادة الحافظة اللي انا بحطها اهي زي ما بوريكو كده ده سكر اه ما تستغربوش المادة للحافظة هو سكر وبحط معيها وبعد السكر بحط لو ما عندي ورق لوري اه بحط منه علشان خاطر برضو وهو اه مفيد جدا في في الاكل وفي الشربة وفي كل حاجة وفي نفس الوقت بيعملي زي مادة حافظة دي اللي انا بستخدمه بسو التماطم لو تفتكروا كان شكلها عامل ازاي الاول ودلوقتي اه هفضل برضو اقلب فيها كده عشان خاطر بقى ايه تتسبك كلها وهواليكو بقى الخطوات ان شاء الله مع بعض كده هبدأ بقى اغطي عليها علشان خاطر اسبها تتسبك براحتها خالص وكل شوية كده بقى ايجي يقلب فيها اهي بنات اه كل شوية هلازم ايجي يقلب فيها بص هي بدأت اهي بس انا طبعا مش عايزة مية خالص فيها يعني مش عايزة اللي تبقى سايبة كده انا عايزها تبقى متسبكة كاننا بنعملوها للاكلة علشان خاطر دي هتتشال ونطلع منها نعمل الاكلة على طول لما يجهز بصوا ما تقلقوش اخد وقت كبير بس هتوفر عيننا وقت ومجهود في رمضان ان احنا عارفين في رمضان بيبقى الوقت قصير جدا ويدوبك عشان خاطر برضو يعني نتفرغ للعبادة للصلاة لكده فعشان نحاول نخلص ودي بنات الصورة اللي فاتت دي بعد ما تسبكت انا طفيتها عليها وسبتها برضت خالص وعبيتها في كياس زي ما انتم شايفين بصوا تحسوا تقيلة زي صلصت برض